بالنسبة لجناب الشيخ إبراهيم الدليمي الرجل وصل لي معلومة إنه لن يتخلى عن هذا الموضوع إذا رح يعيد البحث بالموضوع وإنه هذا الشخص شنو المعلومات الموجودة عنه لإمكانية مساعدته وكذلك معلومة أخرى قال قال أنا التقيت بمعالي وزير العدل الأستاذ خالد شواني وحملني الأستاذ خالد شواني تحياته لحملتكم الشعبية الوطنية حملة الفلوجة لإنصاف الأبرياء وأكد بأنه السيد وزير العدل الأستاذ خالد شواني بعد اللقاء بالشيخ إبراهيم الدليمي أعطى الموافقة على إدخال ما يحتاجه الأخوة السجناء من مستلزمات الشتاء بدءا من سجن أبو غريب ومن ثم التاجي والجمعة المقبلة إن شاء الله سجن الناصرية وأكد الشيخ إبراهيم الدليمي جناب الشيخ إبراهيم الدليمي بأن موقفه لم يتغير ولن يتغير بأنه من أشد الداعمين لإقرار قانون العفو العام وأنصاف الأبرياء أكد على هذه المعلومة يجب أن تصل لكل أبناء شعبنا العراقي وكذلك قال أنا محمل بسلام وتحية من عمامنا البعلواني الكرام ومن جناب الشيخ حامد رشيد المهنة شيخ عموم قبيلة البعلوان الكرام لموقف الفلوجة وموقف ستوديو التاسعة وخادمكم أنور الحمداني ويكل العراقيين من أجل أنصافهم وإقرار قانون العفو العام وأنصاف الشيخ المعتقل البريء السجين البريء الشيخ الدكتور أحمد العلواني فك الله أسره إن شاء الله بالقريب العاجل وإحنا من جانبنا حقيقة نشكر العم العزيز جناب الشيخ حامد رشيد المهنة شيخ عموم قبيلة البعلوان الكرام وكل أعمامنا البعلوان أهل الكرم والزود والشجاعة والبطولة والمفخرة وارجع أقول أنه الأنبار تشار اسمها لواء اليدليم والبعلوان هم فرسان اليدليم المعروفين في كل الوطن العربي وليس العراق فقط وإحنا إن شاء الله مستمرين بالعمل يوميا من أجل إنصاف الأبرياء ولا نتخلى عن هذه المسئولية وبالنسبة لما حمل به معالي وزير العدل أستاذ خالد شواني للشيخ إبراهيم الدليمي لذلك نحن نوجه أيضا التحية لمعالي وزير العدل الأستاذ خالد شواني ونقول إحنا حقيقة شفنا في هذه الأيام تحديد الأسبوعين الأخيرة عشرين يوم تعاون إيجابي إيجابي جدا وإحنا وصلنا من جالبنا ونوصلها على هوى مباشرة إلى أخي رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس السيد محمد الشيخ السوداني لا والله يا عمي أخي السوداني عندك وزير عدل الآن والله وصل لنا صورة إيجابية عن العمل وإحنا ندعمه والريدك تدعمه أيضا أنت الريدك تشد على إيده وتعقد اجتماع سريعوية ويكادر وزارة العدل لإبعاد الفاسدين وتقوية الأهل الغيرة والنزاهة من أجل إنجاح عمل وزارة العدل لأن هذه منظمات دولية جاي تراقب خاطب بعضهم سبات ما جاي يحشون بس جاي يراقبون أنا ندري أنا ما أغشكم أخي الرئيس أنا ما أغشك أخي السوداني أخي مراقبة من منظمات دولية وترى هاي وراها حساب وكتاب فإحنا ما نريد نوقع بهذا المطب وإنما ننصف ابناء شعبنا إحنا ما نحتاج الأجنبي يجي قل ننصف ابناء شعبكم إحنا ننصف ابناء شعبنا وبالنسبة لتأكيد الشيخ إبراهيم الدليمي بأنه مساند لإقرار وأنصاف الأبرياء فأنا أقول له والله يا شيخ إبراهيم أنت أول واحد طلع الصورة وصوت وحشيت مظلوميتك والتعذيب اللي صار عليك من عشر سنين وبعدين أكدتها في استوديو التاسعة ووصفت الشون كان التعذيب إليك فوالله إحنا ما نشايمك لأنه ابن الديوان ما يشايمه هذا واجبة الشيخ من يصير الشيخ ويحمل هذا اللقب يحمل أرث كبير باسمه وباسم عائلته وعشيرته وشعبه وبالتالي إحنا ما نشايمك لكن أريد أريد أريدك أن تبقى بهذا التجاه